هذه المرحلة باتت صعبة جدا لأن هناك الكثير من الأوراق قد احترقت وأخرى في طريقها وهناك أوراق يبدو أن الخريف سيحل عليها في صورة أخرى هناك من يحذر من فتنة قادمة أو يستعير قولا الفتنة نائمة لأن الله من عيقظها نحن نتفق مع هذا ولكن علينا أن نعرف من يريد هذه الفتن ومن يصنعها ويجب أن لا تمر مرور الكرام وأعني هنا أنه لا بد من محاسبة حقيقية لما جرى ويجرى ولما كان مخطط له التسريبات ظهرت الكلام فيها واضح والذي يجب أن يحل هذه القضايا هو القضاء وهذه المرة مع شخصيات قيادية مهمة بالبلد وهذا الذي يضع القضاء أمام اختبار جديد لأنه إذا ما مر مر مرور الكرام فبمعنى أنه سندخل في عملية أعقد من التي نحن بها يأتي بعدها القصف التركي الكل يقراه أنه محاولة لجر الرأي العام من جريمة التسريبات وما جاء بها للانشغال بقضية أخرى المواجهة للمرحلة بهذه الطريقة وأمام أحداث متسارعة بهذا الشكل لا تحتمل العودة إلى سياسة التزييف وسياسة التجهيل التي مارستها القوى السياسية على سنوات الآن لا بد من وضوح ولا بد من الاعتراف بالأخطاء والوقوف عندها ولا بد من المحاسبة حتى هذه اللحظة ومع هذه الفضايح ومع هذه الأوراق التي بدأت تحترق هنا يتفاوضون لأن يأتوا برئيس وزراء وهناك يتفاوضون أو يتفقون ليأتي برئيس جمهورية طيب إذا القضية هي اتفاقات وصفقات خوب من الأول اتفقوا على قضية وامنحون الحياة ولو أنتم لا تمتلكون قدرة على أن تمنحوا الحياة لنا وفي المقابل أيضا هناك شارع متوثب يقض يأس ينتظر إلى ما ستجري عليه الأمور ابتعدوا عن سياسة خلط الأوراق والتذاكي على الناس واذهبوا بعيدا بسياسة التجهيل التي جئتم بها وما زلتم تختبئون تحت عنوينها وفي ظلها المرحلة صعبة هذه مجموعة من الصور التي تحكم المشهد العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر